قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد ظهر اليوم التلتاء بزيارة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش حيث تفقد جلالة الملك حفظه الله الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر وخلف خسائر بشرية ومد يهم في العديد من جهات المملكة وهكذا قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بزيارة مصلحتين الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال حيث استفسر جلالته عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبئة على إتر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وتأتي هذه المبادرة الملكية التي تشكل دعما معنويا كبيرا للمصابين ولدويهم لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز وقد تم استقبال حوالي ألفين ومئة وواحد وسبعين مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش أسفي من بينهم أربعمائة وأربعة وتمانون مصابا بإصابات بلغة وألف وخمسمائة وسبعين بإصابات خفيفة فيما لازال مئتان وتمانية وأربعون شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج وندكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كان قد ترأس السبت الماضي جلسة عمل خصصة لبحث الوضع في عقاب الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة وتنفيذا لتعليمة السمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد العلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل وسائل بشرية واللوجستية مهمة جوية وبرية وكذا وحدات تدخل جراحي متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني وفي هذا الإطار أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني وكذا من أجل الإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامة والأشخاص في وضعية هشة التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المأنية فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعامة وكذا التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس لتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة كما تجسد زيارة صاحب الجلالة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك حفظه الله ضحايا زلزال الحوز وتكرس التكافل القائم بين جلالة الملك حفظه الله وشعبه في السراء وفي الدراء بما يمكن المملكة المغربية من تجاوز الأزمات والتطلع إلى المستقبل بإقدام وبعزم ترجمة نانسي قنقر